بخر الوطان راعي عزوم كشافة همّا وعمل يرقى لدوم كشافة بخر الوطان راعي عزوم كشافة همّا وعمل يرقى لدوم كشافة قوة وآمانة كشافة يخدم أوطانة كشافة نجم بزمانة كشافة وربّي صانة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم أبناء الكشافين إخواني القادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الحقيقة نبغى نتحدث عن النظافة طبعا الكشاف نظيف وهذا الشيء نحن متفقين عليه في القانون الكشفي ومن بنود القانون الكشفي الكشاف نظيف فنحن الحقيقة في هذه الحلقة نتمنى أن يكون لنا نحن منسوب الحركة الكشفية في العالم أن يكون لنا دور في النظافة أبنائي بناتي إخواني خواتي للأسف أن النظافة الآن في الدول العربية في الدول الإسلامية في كثير من الأماكن أصبحت مستواها سيئ ترى لا تقولوا أن الحكومات مسؤولة عن النظافة لا أنا ما أحمل الحكومة المسؤولية أنا أحمل المواطن أنا أحمل الشاب أنا أحمل الإبن الإبنة هم المسؤولين عن النظافة كل واحد لازم يكون له دور في النظافة إذا ما كنا نتعاون مع بعض والله لو الحكومة تجيب عامل خلف كل مواطن ما هيكفي فهنا نحن لازم يكون لنا دور لازم يكون لنا عمل لازم يكون لنا خدمة فخلونا نبدأ نحن بأنفسنا نحن نبدأ بالنظافة القانون الكشف يقول الكشاف نظيف طيب مدام الكشاف نظيف لابد النظافة هذه تنعكس على خيره غيره خلونا نقول أنت في الجامعة جوالة الجامعة الآن عددهم ألف عدد طلاب الجامعة مئة ألف يعني ما يقدر كل جوال في هذه الجامعة أن يقوم بتوجيه والتأكيد على مئة طالب أتوقع أنه إن شاء الله سهلة ونقدر نقوم بها ما نبغى منك سيء نبغى أنك تقوله النظافة حط الوساخة هذه في مكان الأشياء دي أنا أمام عيني واقف عند إشارة مرور فواحد رمى علبة بيبسي في الأرض السيارة اللي كانت خلفه طبعا أنا كنت موازي للسيارة دي شفت صاحب السيارة شاب أنيق نظيف الله يزيب الخير ويوفقه راح نزل شال علبة البيبسي وقال للسواق اللي رماها قال له كده موعب يسير كده طبعا السائق ما أدري يعني أتوقع أنه ما رد عليه بس أنكسف خلاص ورح شال علبة البيبسي ويجابها معاه في السيارة الموقف هذا حيخلي السائق دا عمره ما إرمي شيء في الشارع بمرة أب معاه أطفال فواحد من الأطفال فتح القزاز ورح رامي مناديل كانت فابية في الشارع قال أب الله يزيب الخير فتح الباب نزل شال العلبة مرة تانية ابنه قفل القزاز عجبني أنه قفل القزاز الإشارة لسه ما فتحت فرح مخبط على قزاز السيارة لما ابنه فتح القزاز أعتقد أنه طبعا أنا ما سمعت بس أعتقد أنه قل له كلمتين حلوة ورح مدخل العلبة مرة تانية رامية في السيارة موقف زي هذا حيخلي ابنه عمره ما يغلط مرة تانية يا جماعة الشيء اللي أنا مضايقني الحرم حرم مكة تعالوا في رمضان بحت صلاة المغرب أطنان أطنان من الخازرات العمان اللي ميقوموا بنظافة الحرم يقوموا بها الله يزيهم بالخير طبعا هناك مصلين يساعدوا ويعاونوا بس إلا يزعلك أنه تجد ناس يأكل حبة التمر ويرمي الفص في الأرض انت في بيت الله في أعظم بقعة على وجه الأرض والله هذا الشخص اللي رمى البزر حق التمر في الأرض لو راح عند وزير لو راح لوزيره يا شيخ بلاشي وزيره لو راح للمدير العام حقه اللي هو يعمل معه يستحي انه يرمي شيء في الهو لو فرض ابنه معه أظن قبل ما يدخل يزكن عليه أسمع لا ترمي منديل لا تسوي لا تعمل لا تفضحن فكيف بيت الله المفروض انه برضه حتى معه اطفاله دخل الحرم يزكن أسمع خذ بيت الله المفروض نعمل كذا ما نرمي كذا النظافة يجب ان تبدأ مننا نحن انا اطلب من ابنائي الكشافين الجوالة يا ريت يا ليت اتمنى ارجو انه يكون لنا دور في النظافة البلديات الموجودة في المناطق ليس مسؤولة عن النظافة عمال النظافة دول اللي بيينظفوا ليس مسؤولين عن النظافة عمال النظافة دول جزاهم الله خير الدولة وظفتهم اعطتهم راتب بسبب انه نحن ما قمنا بدورنا نحن مسلمين الاسلام يحث على النظافة الاسلام يطالب بالنظافة نحن مسلمين للأسف نروح دول اوروبية يا شباب تجد النظافة يا سلام اتحدى واحد مسلم او عربي يكون في اوروبا ويرمي علبة بيفسي في الشارع ارمي علبة بيفسي انا شوف اتحدى ليه يخاف ويحترم نفسه طب ما تحترم نفسك عندنا هنا يا اخي طب ما تتعاون هنا انا ارجوكم انه نقوم بمشروع وطني عن النظافة طبعا عندنا اسبوع النظافة بتقوم بيه البلديات لكنه اصبح اسبوع روتيني ما له ما له داك السيط ما له ديك القيمة فانا اطالب نحن الجوالة نحن القادة الكشافة المتقدم انه يكون لنا دور في النظافة نريد مشاريع وطنية للحط على النظافة نريد مشاريع مميزة للحط على النظافة بلاشي يعني نيجي مثلا في دولة كالسعودية نقول يا جمعية الكشافة سوي لنا مشروع على النظافة لا انا ابغى كشافة مكة تقوم بدورها كشافة جدة تقوم بدورها كشافة الرياض تقوم بدورها كشافة وهكذا بعدين يكون عندنا مشروع كامل يربط بين الاشياء دي كلها يا اخوان النظافة مهمة والله انا لما اسافر واروح دولة اوروبية واشوف المستوى الرائع للنظافة اني ازعل بحق هذه الدول اللي فيها اسلام بلا مسلمين ونحن في دولنا الاسلامية عندنا مسلمين بلا اسلام الاسلام ينادي بالنظافة نحن في بيت الله الحرام ارمي منديل ارمي بزرة حق التمرة ارمي كاسة موية ارمي لا 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 هذا هذا الشيء مو صحيح شيء لا نقبل به فانا اتمنى اتمنى من ابنائي الكشافين الجوالة القادة خلونا نفكر خلونا نفكر مع بعض كيف نعمل مشروع للنظافة كيف نعمل مشروع وطني للنظافة في المدينة خلونا نبدأ بحي ثم نبدأ بعدة احياء ثم نبدأ بمنطقة ثم نبدأ بدولة فكروا فكروا خلونا نقوم بمشروع نظافة في الجامعة نفسها يعني خلونا نعطي يومين لعمال الجامعة نقول لهم انتو خدوا راحة خلونا نحن نخدمكم ونحن ننظف فصولنا ننظف ممراتنا ننظف حماماتنا ترى موعد ترى موعد ابهاتنا زمان كانوا يعملوا في النظافة كانوا يعملوا في الحدائق كانوا يعملوا مليسين يعملوا سباكين الآن الشيء الجديد علينا انه كل شيء عندنا موظفين ومستقدمين ومن دول الاسوية ومن دول هم اللي يقوموا بالشيء لا انا اتمنى من كل كشاف من كل جوال ان يساهم فيهم في نظافة حي يساهم فيهم كفرقة نقوم مع بعض النظافة مطلب اساسي نحن نشكر البلديات ونشكر الحكومات ونشكر ملوك وروساء الدول على اهتماعهم بالنظافة نحن بنوصخ وهم ينظفوا لكن لازم يكون لنا دور لازم يكون لنا دور اشكركم جزيل الشكر اتمنى لكم حياء هادئة هنيئة سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفر الوطان راعي عزوم كشاف هم وعمل يرقى لدوم كشاف بفر الوطان راعي عزوم كشاف هم وعمل يرقى لدوم كشاف قوة وامانة كشاف يخدم أوطانة كشاف نجم بزمانة كشاف وربي صانا اشتركوا في القناة بفر الوطان راعي عزوم كشاف هم وعمل